مشاهدين الأفضل في كل مكان صباح الخير جمعة مباركة وأهلا بكم رفقتنا في عدد جديد من برنامج اليوم موضوعنا مهم جدا سيخص الاستعجالات الطبية الجراحية في فصل الصيف وهي للأسف شديد يعني تكثر بكثرة في هذا الموسم خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة وعوامل مؤثرة أخرى في هذا الإطار ضيفتنا من المختصين في الطب الداخلي قسم الاستعجالات الطبية الجراحية من مستشفى بنمسوس وهي طبيبة رئيسة أهلا وسهلا بالدكتورة حجز علجية مرحبا بك بك أهلا دكتور حميدي نشكركم على الاستضافة وجمعة مباركة إن شاء الله يا رب إذن يمكن للبشاهدين الأفضل يعني أن يتصلوا يطرحوا كل الأسئلة لتخص الاستعجالات الطبية الجراحية في فصل الصيف سيظهر أسفل الساسة كما ترون رقم هاتفنا يمكن أخذ الاستشارة الطبية دكتور حجز أنتم موجودين في هذه المصلحة في مستشفى بنمسوس واحد من كبار المستشفيات في الجزائر قسم الاستعجالات الطبية الجراحية ما هي أهم الإصابات اللي ممكن تستقبلوها في فصل الصيف شكرا عندما نقول فصل الصيف إذن مباشرة نقول ارتفاع في درجة الحرارة ارتفاع في درجة الحرارة اللي راح تأثر على جسم الإنسان في عدة أشكالها تأثر مباشرة على الجسم وتأثر على مأكولاته وإلى آخره أهم الاستعجالات اللي شفناها في الأشهر الأخيرة أولا تزايد في العدد المصابين يعني العدد للإستعجالات لنبغو دو كونسولتان راهو في تزايد متفاوق مستمر مستمر من شهر يزايد في فصل الصيف ومن شهر الجوان عندنا 3200 معرض حالة هذا في مستشفى بنمسوس في مستشفى بنمسوس شهريا في شهر الجواني طلح 3050 ورانا في 18 أوت ما زال ما كمل شهر أوت وصلنا إلى 2500 حالة أهم الإصابات أهم الإصابات متعددة تبدأ من الإصابات من ضربة الشمس كما قلنا ضربة الشمس اللي هي خاطرة وضربة الشمس لما المريض يجي الاستعجالات يجي في حالة متقدمة وفي حالة يعني يأيما يجي في حالة سراع يأيما يجي أن تخبروا كونسوس في قدان الوعي مهما كان السن يعني مهما كان السن هذا بشي سمعونا الناس اللي عرضوا نفسهم مهما كان السن درجة الحرارة راه يتقيس كل فئة العمرية من الأطفال الصغار حتى المسنين يعني كل الناس راه يمتعرضة لأخطار ضربات الشمس زيد على ذلك اللي عندهم أمراض مزمنة هذك رايح الحالات الحوم راح تزيد كتر تتفاقم في فصل الصيف الحالات عديدة عندنا حالات اللي يجينا دولة عبدومينال يعني ألام في البطن وليكن يقولوا ألام البطن ربما نتفكروا دايما الحالات هذه السهلة تسمومات الغذائية الوغذات البطنية الوغذات البطنية لكن يكون في علمك نرى نمستشفى جامع يعني المريض بشي لحق الاستعجالات وين يكون رايبين حالات الحالات البسيطة ربما تروح لبوليكليونيك باش تلحق الاستعجال الطبية عرف يا إما عندنا امبرفوسون دورغان يا إما عندنا لزيمورجي ديجيستيف يعني هو إنسان نازيف دموي داخلي يا إما ارتفاع الضغط التعدم اللي أدي إلى جلطة دماغية يا إما دمحة صدرية ولا دي دولغت واسيك ألم في الصدر اللي ربما نوبات قلبية عندنا كذلك مرض السكري أمراض السكري زادت نسبة في هذا فصل الصيف نعم لنسبة للجفاف الإنسان يكون ربما عنده مرض السكري يمروش فيقلو كي يتعرض لدرجة الحرارة تنقص بنسبة المياه تزيد نسبة السكر في الجسم وحتى تظهر المرض والإنسان يجينا حالات عندنا يعني نوبات فقدان نوعي هو يسببها ارتفاع في السكر في السكر عندنا ثاني كي نقولو درجة الحرارة نقولو فقد كثير من المياه تعرق الكثير والتعرق راه فيها مواد ملحة يعني في هذه زيلكتروليد والإنسان اللي يفقد هذه زيلكتروليد من الأملح المعدنية من بوتاسيوم من سوديوم راح تأثر له يا إما على القلب يا إما على الكرامب مسكولير يعني آتار تانوية كذلك إضافة إلى هذا دكتورة يعني هذه فيما تخص الاستعجلات الطبية الجرحية إضافة إلى هذا نشوف حوادث المرور في هذه الأسبوع الأخيرة زادت النسبة أسباب من بين الأسباب يعني نعرف نرتفع درجات الحرارة لكن الناس يقولون كيف ارتفع درجة الحرارة تؤدي إلى الإنسان أن يعني يعمل حادث حقا زادت نسبة حوادث المرور وخاصة زيت في فصل الصيف يقولون دائما فصل الصيف هو فصل النزهة فصل استجمام فصل المغامرات خاصة فئة الشبابية فصل الصيف يقولون فصل الصيف يقولون إرهاق الإنسان مراهوش ينام الحرارة الوقت الكافي المغدو يعني النمط المعيش يتغير نمط الحياة يتغير فصل الصيف إنسان يقولون يسهر بزاف في الصباح تكون دائما ما يكون عقله في يعني سالم يكون دائما يحب ينعس ويحب يرقد إذا تقدر تصرع حوادث المروم هذه من جهة من جهة أخرى عندنا معادة نقول لهم بذن ما تأكلوش يعني خاصة إذا كانت الحرارة ومرتبع قبل ما تتسافر يعني إذا تغذيت يعني نقول تغدى وتمدى يعني يرقد شوية دير متي تسياس ومبعد روح بس يرقد نفس سيارة إنسان يأكل والأكلات تعال الصيفية أكلات نقول أكلات خفيفة لكن هي أكلات دهنية وغير صحية هي أكلات دهنية غير صحية إذا كل ما يزيد نسبة الدوسم كل ما الإنسان يحب ينعس يوجد صعوبة للهضم وكي تكون صعوبة للهضم يوجد تندس إنسان يحب يجيه نعس يأخذ سيارة ويروح البحر ولا يروح إنسان إضافة إلى عوامل أخرى سنأخذ مكلمة ونعود إليك الدكتور حجاج الأخذتوني معنا من عين تيموشان أهلا وسهلا أخذتوني مرحبا بك خويا مرحبا مرحبا بك خويا فضل عندي العثبة على العثبة أكرا مكتوعة أيوة نعم نعم أخذت عن طبق وكش لا أعطي العملية أيوة نعم لا أصدق فيها أرى إذا أعطي العملية أو لا لديك السكر وعندك لديك عملية لديك تم بطر القدم لا لا ما أصدق لديك 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 رجليا من السكر وفي الحساسية كنت أكل الكاشي ميذرول بعد وكعيين تفحوا أيوة ودركة نقطعت لدي العثبة لديك أيوة نعم والأطباء قال لك ما لازم تدير العملية قالوا لي واحد تعبري فيها طلبوا لي سبع ملايين لا قالوا لك ما تدير أو قالوا لك تدير العملية لا تعبري فيها قالوا لي تديرها وناشحها 90% وفي المستشفى قالوا لي لا قالوا لي ما تنجبش تديرها على السكر وكش نعم وفي المستشفى ما تنجبش تديرها قال لي ما تنجبش تديرها قال لي معاك شوية كبير 52 عام قال لي وكش هي زعمة ما تفشل ليش تقول لي 52 سنة كبير رك ما زالك في أعز شبابك غزار ومفي ريعان الشباب يا الأخي تفضلي دكتور اسمع الإجابة شكرا مختش أنت عندك مرض السكر عامين عندك مدة طويلة وأنت عندك مرض السكر عامين عامين بارك عامين ربما عامين وين فقتله ربما كان عندك مرض السكر وما كونش فيقله باش توصل وين عندك مشكلة في رجلك وراح توصلت الحالة لحالة باش قالوا لك لازم نبطرول لك رجلك هدا يعني أن السكر كان فيك مدة طويلة وما فقتلاش هي هادول مضاعفات ستنوية على السكر السكر ما راهوش برك يطلع نسبة في الدم راهو يشد يسد الشرايين تعرجلين وإنسان ولا تعرض إلى جرحة ربما انت نجرحت ولا ملبست شصبات مليح ولا مشيت ربما جرحت رجلك وهدا السبال الشرايين يكونوا مسدودين دونك تتعرض للإنسيداد ونوصلوا لحالة البطر دونك باش نقول له دكتور بلي اسكو وصل لحالة البطر أو لا لازم له الكشف الطبي لازم يدير إيكو دوبلاغ يعني باش نشوفوا الشرايين تعرجلين هي أشعة لكو دوبلاغ هي أشعة لنشوفوا العروق تعرجلين أسكرا هم مسدودين ولا لا لا ولوصلوا الدرجة النهائية للإنسيداد يعني العروق تعرجليك ولا نسدوا قاعدك وحتى لناغ يعني الأعصاب تعرجليك نقاسوا وبدال الجرح يتعفن هنا نكونوا يعني أنا أبليجي تكون لازم نروحوا للعملية الجراحية والبطر الجل على خطر شلو كان كنوصلوا في هذه الحالة من ديروش العملية الجراحية ربما الإنسان يفقد الحياة تتاعو خطر شكرا جزيل عن دكتورة حجاج هذا هو الجواب في نفس الإطار مثلا هذا يسكوم في عينتي موشان عندو السكر ونعرفونا عينتي موشان من أجمل مانترا سياحية السياحية فنسلي روحو للبحار مثلا عندهم السكر ونعرفونا ما يحسوش بالارتفاع لدرجة الحرارة حقا المرضى السكري في فصل الصيف عندنا عدة جوانب لازم ياخدوا الاحتياط طاهم أولا في اللباس طاهم لازم يكون اللباس يكون خفيف وما يكونش مزيّر خاصة الرجل كما نقولوا يروحوا للبحار يقدروا يمشوا رجل حافية تجرحهم تقيسهم أي حجرة وما يحسوا لاش لأن الإنسان اللي مصاب بمرض السكري يفقد الإحساس عندو لانغوباتي ديابيتي لتقيس الأعصاب تعرجلين كما تقيس العروق السكر يقيس الأعصاب والإنسان يفقد الإحساس يقول لي ما يحسنين السخنة حتى لو كان يعفس على حجرة تكون سخونة شديد الحرارة هو ما يفقله ما يفقلهاش وربما تؤدي إلى حروق وهذه الحرقة الصغيرة والجرحة الصغيرة مع رتيفة نسبة السكر تؤدي إلى تعفونات ونوصلوا إلى الحالات أشياء أخرى نفس الشيء بالنسبة للناس اللي يرام يديروا الحوادث المرور شفنا كثير من الحالات تعفونية في قسم الاستعجلات مثلا يروحوا يديروا أمبلات ربما يكون مزيّر ما يرجعوش للطبيب التحم ويسراوا جروح وتعفونات فلهذا احنا دايما نقول لهم في مثل هذه الحالات دايما العودة إلى الطبيب للرقابة لأن مثل هذه التعفونات صغيرة ممكن أن يتصل إلى ما لا يحمد عقبه عند مرضى السكري لازم المريض ما يستسخرش الأمر ما يقولش جرح باسيط نقوم بعلاجه في البيت هذا الجرح الباسيط مع المناع اللي تكون حابة عند الإنسان اللي عنده مرضى السكري رح تسبب ربما في بطر الساق كله نعم وخاصة كي رحوا تاني عندهم مرضى السكري يأما ما يشربوش الدواتهم يأما يشربو الدواء ومعداتي كي رحوا للبحر أو يروحوا للإستجمام ومعداتي كي يطيحوا سواء يقولون إبوغليسامي يقدروا يروحوا هذا الإنسان هو السكري وحابط له فعلا ويسوقوا كذلك بالنسبة السيارة والسكري يحبط ويسوقوا ربما يدوا الستيلوتالانسولين معهم والستيلوتالانسولين نغم ما يكون في درجة الحرارة تكون حابة ألوك هو يمشيه معه الدرجة راهي عالية واللي ما يشفع على هذه الأنسولين فعلا إذن هذا يعني من من جهة من الركائز الأساسية اللي لازم يعني يكون فيه تحسيس وإعلام بالنسبة للمواطنين حتى يتعرفوا على هذا الجانب لأنه من الأسس الرئيسية اللي تأدي إلى حوادث المرور كثير من نشوفوا فيما بعد يعني وزير الصحة سيد عبدالحق سيحي راح يتكلمنا على عدد مرضى السكري في الجزائر اللي هي نسبة عالية جدا نشوفوا قبل ما نخذوا نشوفوا الفيديو مع الدكتورة بن بدقة كذلك من قسم اللينعاش مستشفى بن مسوس نشوفوا نخذوا مكالمة سيد من سوق هراس ألو؟ نعم عباد محمد سيد عباد أهلا وسهلا مرحبا بك أهلا بك أخويا كيف أحوالكم؟ لا بأس واش الأحوال كشس خانة في سوق هراس؟ نهارات مع رجل هذا نهارات مع رجل مع رجل غبات فيها دي من درجة العشوية نعم إن شاء الله بخير أنا عندي سيكتي رحي عندها في مدة 15 يوم ايه؟ فأنا قلت بك مكالمة سيدة عشوية لا تنسيبت لها لا تنسيبت لها ما تنسيبتك؟ لا تنسيبت لها ثلاثة وربع سنوات تفضل؟ لست لا تنسيبت لها لا تنسيبت لها لا تنسيبت لها متابعة ما عندها سكر متابعة ولا هبطلها برك السكر هبطلها ديرك المصدع يعني في 24 ساعة في 24 ساعة ربما ربما مشات في سخنة بركة طبيعة قالها السكر وعندك بزات ما ليحكمك السكر وما كان ما كانت سفيقة به بركة نعم هذه الحالات الكثيرة اللي راني نشوفها في هذه الأيام الأخيرة يعني كثير من الناس اللي عندهم السكر ما يفقوش يعني حتى تفاقم الحالة قلنا المرض السكري اللي يجي بعد 35 سنة والنوع الثاني النوع الثاني ما نقدروش المريض ما يفقوش كما النوع الأول النوع الأول عندنا الإنسان يشياء سين مبكر يكون طفل صغير أو شاب يشرب بزيف يطير الماء بزيف إنسان يفقلوه بالصح المرض السكري النوع الثاني ما يفقوش ربما سنوات حتى يوصل المضاعفات التانوية باش ياما عنين ينقاسوا شرايين العينين قاسوا ياما قصر كلاوي ياما قصر كلاوي ياما شرايين تارجلين وصلوا حتى بطر الرجلين ياما الدجلطة القلبية والنوع الثاني تعال السكر معظم نسبة كبيرة تعال مرض السكر النوع الثاني تمشي بطريقة متوازية مع ارتفاع الضغط الدموي يعني معظم المرضى اللي عندهم السكري تصيبهم ايبرتندو عندهم ارتفاع الضغط الدموي واللتنين يقيسوا الشرايين نعم اذا ربما هذي نسبة اللي عندها مشكلة في العين اللي يقال لك في 24 ساعة المرض السكري يخدم على سنوات وراه يوصل الدرجة الاولى سيلا غيتينو باتي ستاد اون ستاد دو ستاد تخوى حتى لكومبليكاسين ستاد تخوى باش تبدأ لزي مغاجي في العين وتبدأ تفقد الواسع حتى بنبقاش في السكري وش هي نصيحة ممكن نصيحة انه يدل نسيبته لطبيب بتاع العينين ويدل له نونجوغرافي احد اشعة خاصة بالعين وينفند ويشوف الدرجة اللي هي تقاسد بها العين ربما نقدر يبسو في ستو يدلها لازير وعندهم تقنيات هما المختصين وان بغاليل يعني في الجهة الموازية لازم نسبة السكر تكون يتعدل شكرا جزيلا دكتور حجاز اذا هذا هو الجواب بالنسبة لأسير ميد سوكاراس رحو نشوفو دكتورة بن بدقة وماذا تقول عن ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف دكتورة بن بدقة المسكين برا ضربتوا الشمس البارح اليوم كوشفتوا الحرارة كانت بلا كم فوق 30 درجة تأثر من هذه الحرارة حقاً تتحدث العدد بالنسبة الكبار السن وكذلك المستضعفين ونقسي المناعة والأطفال الصغار الحالات مثل هذه هي بكثرة موجودة في قسم الاستعجالات حقا عوامل الخطر لما يكون فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة لتفوق الأربعين هنا فئات عمرية هما أكثر ضرر هما الأطفال الأقل العمرهم من 4 سنوات والمسنين اللي فوق 65 سنة الأطفال الصغار ما يعرفوش يعبرو ويقولو رانا سخننا ولا حبينا نشربو وكذلك الفئات المسنين كما قالت الزاميلة تعي أنهم عندهم ديجا لسنسيبليتات على صوف يعني الإحساس هذاك الإحساس باش الإنسان يعطش يفقدوه مع السن إنسان كي يكون كبير وهما إيفون باري كلامي مرشح يقولونا عطينا نشربو إذا نحن نحن ليكونوا العائلة اللي تكون مع الفئات هاد العمرية المسنين هي اللي تبدلها كل زو سوية يعتمدلها كوب من الماء باش ما تطحش في الجفف واتطح في الكمبيتات نفس الشي بالنسبة للأطفال وهذا ما هكذا نفس الشي بالنسبة للأطفال نعم اللي يتنساوا العائلات يتنساوا أطفالهم نعطوا لهم شي نشربو في العطلة الأطفال راهم يلعبوا راهم مقابل الشاشات مع الألعاب الإلكترونية والأهل راهم اللاتين بأمور خرين الطفل ينسا روحوا مع اللعب ما يدماندش يبا باري كلامي ويقول أعطيني نشربو والأولياء ينساوا أطفالهم لأن تروح هذه الروتين تاع اليومي في الحياة اليومية في الفصل كي شغل الإنسان والذي ينفتح على كل أمور يتنساوا الأطفال يتنساوا لأطفال يتنسوا الأطفال كي في الأكل وخاصة في الشر نعم كي حتى اللي عندهم أزيمر يعني الكبار خاصة ولا اللي عندهم أمراض عقلية كي عدة فيئات عندهم أمراض عقلية ما يقدروش هم يدماندش يقولوا نا أعطونا نشربو خاصة الماء ومن الصدقات يعني يشوفوا أن الناس قدم الماء ونشوفوا الناس يعني يقدموا الماء من أحسن صدقاتي يا صدقات الماء بعد تبرع الدم نقولوا تبرعوا بالماء نشوفوا عثمان بن عفان سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه يعني إلى يومنا هذا والبئر تعمل يعني تبرع بها للمسلمين للمسلمين يعني لما كان الماء ناقص في ذلك الوقت في ذلك الوقت في ذلك المكان لحد الآن حجاجنا الميامين يعني والمعتمرين يشربوا من هذه الماء الطيبة إذن كذلك الحالات الأخرى هناك مرضى القلب في بعض الحالات وفي بعض الحالات جنوبة قلبية حتى اللي ما عندهمش أمراض قلبية ونظرا لارتفاع درجة الحرارة أو تغرض لدرجة الحرارة نشوفوا حالة من الحالات قبل هذا نخضو مكلمة من سوق أهرارة نفسي سيد جبار من سوق أهرارة سيد جبار مرحبا بك سلام عليكم أهلا وسهلا صباح الخير جمعة مباركة الله يسلمك ايوه تفضل تفضل معنا سيد جبار أخي نحب أن نكلم الحكيمة تفضل أخي عندي ولدي عنده عمره خمسة شهر ومصر خمسة شهر ومصر ايوه قالوا لي عنده المصرات التيعه اليسرى مش عنده عنده المصرات التيعه اليسرى خارجة العظمة خارجة الورق ايوه ايوه هو زاد به هكذا او لا زاد به هكذا يعني تشوفون ايه زاد به هكذا ايه زاد به هكذا ايوه 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 جينا بني مسيوس قالوا لنا بني طبعهم كونجي في سبتمبر باركة انا قبروا نديرو لكم رنديفو نعم ومعند ناشرحت البارح ديتو لبياتنا قال لي عندنا شارج ريسر عندنا خيط ربعانيات صغيرة قاعدين نستنى ما ليش شوف لانا مثل هذه التشوهات القلقية يعني مايش حالة استعجالية وتعارفوا شهر اوت فيه الكثير من العطباء اللي موجودين والمختصين في صحة يعني اللي يرام دي كونجي عنويل ملحقهم لكونجي عنويل يعني ممكن في سبتمبر يخضوه بعين الاعتبار ويؤخذ هذا خاصة نشوفو انه في مصلحة جراحة الاطفال بمستشفى بنيم السوس يعني سنسرفيسكي سيريو يعني في هذا المجال تفرليه دكتورة وش ننصحوه 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 صح الأطباء أراهم في عطلة حتى على الطفل بس لكي نديروا عملية جراحية في فصل الصيف معظم العمليات الجراحية نأخروهم ونديروهم ليتقدر تسنى العمليات ليتقدر تسنى نديرو غير العمليات الاستعجالية لأننا عندنا نخافوا التعفن تعالجرح نخافوا عدة مضاعفات تعالعمالية لربما تضر الطفل معظم المرضى لما همش في حالة مستعجلة ونديروهم عملية جراحية في فصل الصيف ربما يروحوا بالمضاعفات تعالج تجنبا للتعفونات وهذا ما يعمل به في كافة الدول في كافة الدول يعني من الأحسن سنة الفترة سبتمبر ويقدر يتابعا الطبيب القريب ليه في سوق هراس حتى يجي موعده في سبتمبر شكرا جزيلا أخي جبار من سوق هراس رحو نشوفه الأستاذ عبدالحليم طالب وحالة من الحالات الاستعجلية فيما يخص مرض القلب في الفترات الحرارية سنة الفترة سنة الفترة سنة الفترة سنة الفترة سنة الفترة تحضر من القلب شكرا جزيلا وهذا سنة الفترة حتى لو أننا هذا حمام لدينا أتنامي لأننا أستمر منطق نعمية الكثير من الناس ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ 6 سوايا هذا في جنفة كنا قادرين أن يرون لك حوايج بزاف وحوايج يتفيدك وتقدر تفتح لإيسان هكذا ما يخذش الحاجة بجدية إيسان يمع مرض وعلى بلوب اللي يتبع على حاجة ما ما عندهوش مرض ويحكمه استرد في قلبه الأقل الشي رح يدير التشخيص من كونسلتاسيا بتدخل كنالك وهو يبري نفسه عايته تتهنى وطبيبه يتهنى ولكن الحاجة للحالة هذه تقدر الإنسان يجدوا يتراكنوا عليها ويحواجوا حزارين ويأثروا عليها نعم دكتورة حجاز شفنا حالة من الحالات وهذه تكثر في فصل يوميا عندنا في الاستعجلات ماذا يمكن أن نقول لأن مرض القلب بكثرة موجودين وفي بعض الحالات يتنسوا الدواء التحام وفي بعض الحالات هناك ناس اللي عندهم ارتفاع في الضغط الدموي وما يخذوش الدواء التحام كل هذه ممكن تأثر إضافة إلى ارتفاع درجة الحرارة ربما يعرضوا رحم إلى درجات الحرارة المرتفعة في بداية الأمر لازم نعرفه لما ترتفع درجة الحرارة في الجسم وتفوق أربعين كان انسيستام دو تيغمو غيغولاسي كان ليسي أقلم وي راح في الجسم يعني يبدأ ينظم باش يعدل درجة الحرارة ويحبط لها 37 درجة باش يبرد هذا الجسم اللي راهو في درجة مرتفعة أول حاجات تصرع ان العروق يتبدأ ينفذو ديلاتاسون الجسم يحمر قاع يبدو عندنا ارتخاء في الشارعين هذيك الارتخاء في الشارعين راح يدماندي دم كتير مين راح يجيب بهذا الجسم الدم هو القلب راح تزيد في نبضات الدربات قلبية نعم راح تزيد الدربات القلبية راح ينزيدو القلب يبدأ يعمل كتير باش يوفر نسبة الدم الكافية اللي تبريد هذا الجسم ويوزعوه للأعضاء وخاصة للجلد هذا الانسان يكون في حالة القلب ما راحوش مريض راحو يزيد في الضربات يزيد في العمل ما بلوك إذا كان المريض عنده مرض قلبي فارح ولا عنده كارديوباتية عنده أمراض قلبية وهذا كلو ستخاس هذا نسموه قلق في الجسم قلق عسده ما شيء يبدو يخدمه هذا القلق راح يزيد في العمل القلب والقلب راحو عيان ما يقدرش كيشخو الإنسان دراني فو قاعد وبرك جاتوا ضربات الشمس راحو يزيد في العمل على القلب تاعه والقلب يقدر يتيل ما يقدرش يتحمل وتصرى نوبات قلبية أو جلطات هذه الجلطات والنوبات القلبية تعتبر حالة استعجالية حالة استعجالية حنا يمكن نسمعه عند العامة الناس يقول كي تجي الجلطة القلبية عندي هذا كسطر اللي يزير في القلب ويمشي على يد اليسرى ولكن معظم الحالات ما تجيش في هذه الحالة يعني اللي نعرفها قاعدة ربما يجي الإنسان عنده دول غاب دومينال في المعيدة يقول لك واقل ما كليت ولا كليت حاجة ماشي مليحة يجي ربما تقيق غتيان يجي ربما أمالاز وتويسفار يبدأ يعرق كيشهو الدوخة هذه الأعراض تدخل في الجلطة القلبية وتدخل في حالات الاستعجالات وتدخل في حالات الاستعجالية نشوف الدكتور الفروفزر عبدالحليم طالب أكد يعدي أن مسألة وقت قضيت وقت قضيت وقت حتى يكون العلاج سهل يعني فضلي العلاج باش يكون إفكاس لازم الإنسان باش نقدروا نعالده هدى الجلطة القلبية ولا الجلطة الدماغية لازم يجي في وقت محدد عندنا كيشهو الأنكوغ ديغير المنطق يعني رانا نجرو فوقت مع الزمن لازم غير يجيز السطر ولا تجي هدى الحالات خاصة عند الناس اللي عندهم أمراض مزمينة عند الإنسان اللي عنده مرض السكر نولي دائم المرض السكر لي ما يحسش بالسطر في هدى الدقائق الأولى في الساعات الأولى ما لازمش نفوتوا ربع سوية اللولين باش نقدروا نديروا العلاج ليسرح هدى العرق اللي رانا نبوش لا تخونبوليز لا تخونبوليز ربما في بعض الأماكن يعني نلقى آخر في المصالح الاستشفائية فليهذا مثل هؤلاء المرضى لازم يروحوا في أقرب حالات يعني لازم يروحوا مستشفيات لكن في المصالح الصحية الأخرى هل كان فيه تكوين مثلا للأطباء المتواجدين على هذه المصالح حتى يكون العلاج فعلا استعجالي خاصة في النوبات القلبية أو الجلطات الدماغية نوبات القلبية هما كلهم يتعالجوا بالتخونبوليز هما التخونبوليز لكن تفترق سواف الجرعة أو الطريقة بالنسبة للجلطة الدماغية أو للجلطة القلبية نعم في المصلحة مصلحة الاستعجالة الطبية الجراحية لمستشفى ابن المسوس نديروا إحنا التخونبوليز على الجلطة الدماغية دماغية إذن الإنسان لكون هذا월 تقي nadie يجال على العمل على العمل السؤال في سراح الأسمان نشراحة نعم والأشعة Pilot عدة أمور نديروهم باش نحطوا المريض قبل مربع سوية نديرو له لاتخمبوليز فيما يخص الجلطة القلبية حنا كنستقبلون المريض فو أفوغلي بانغي فلكس حنا معدم الأطباء يسان فومي نوميتسان جنراليس يسان فومي خاطش حنا المريض كي يجي راح نستقبلوه في لتخي عندنا عدة مصلحات نوميتسان جنراليس يستقبل المريض هما أطباء عاميين حنا رانا يسان فومي باللي كي يجي اندولوه أبدومينا لولا يندولوه ثوراسيك سيستماتيك مقبول ربما بعد تلكم ربما نشوفو أغلب الحالات اللي تصل إلى المستشفى في حالات متأخرة ربما يروحو دون دي سنتر دو سنتر هو المريض يطول في طريق يروح ربما كما قلت يروح المتعدد للخدمات لكولي كلينيك ومعدل تماما باش يجي يضيع وقت يضيع على هدي كل عام حنا رانا نديرو دي فورماسيون للأطباء تواعنا باش يكون لبونغي فلكس باش كي يستقبلو المريض نعرفوش نديرولو في الدقائق الأولى باش نشخصوه في الدلي ونديرولو العلاج ورانا نديرو حاملات توعية هذا مهم جدا دكتورة من خلالك هذا نداء للناس يعني لما يشوفوا سيارة في حالة استعجالية يعني أو سيارة إسعار يفتحوا تريك لأنه قضية وقت إذا وصل في الوقت المحدد يعني نتخلوا بوليز نتخلوا ميجيكا العلاج رح يسلكوا إذا فات الوقت فا نولوا في الإعاقة والجراحة وربما الوفاة فلهذا نقوله دايما نفتحوا الطرق للمرضى وكذلك سيارات الإسعار والحماية المدنية عنا الطيب من جن ما طولنا عليه صباح الخير أخي طيب هلو 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 الطيب سمحنا أخويا طولنا عليك تفضل بارك الله بيك والدي ربي أحليك بخير ساكسة الحكيمة دي مدت المعارض السفيف في راسي والهضرة بيه السفيف كبير في راسي والهضرة بقي يعني كشمة ولجحني يا ربي بيكون مختص في راس روح له بارك هذا ما والله ما فهمتك ش عام ممكن تعود لنا سؤال ما فهمتك ش مليح قلتك أخوي عندي عندك أيوا أخوي واش عندك عندي زفيف في راسي والهضرة في راسي عندك الهضرة في راسك أيوا مدة واحدة نهارين ثلاثة أيام والهضرة وزفيف هايوا نعم زيد دقينا نشوف الحكيمة يعني يعني توجعني لطبيب مختص ووز من كيها انت وش من الجارك في قلمة على كل حال في قلمة ومشوف حتى طبيب لحد الآن مزلت والله مزلت عندي المدتين عندنا نهارين معلش هذه الحالة عندنا نهارين فقط بك هاي برك هايوا داكور معك الدكتورة حجد رغم أننا احنا دايما نقوله لازم يكون طبيب العائلة يعني الطبيب العام الموجود في المنطقة أو المصلحة الطبية الموجودة في الحياة وفي المدينة يعني توجه لها باش الطبيب يكون يعرف المرضى التاعه ويعرف كيفاش يوجه المرضى التاعه حسب الحالة تكميلا لهذا دكتورة حجد تعمل أول حاجة اللي يقدر يديرها يقال كي يسمع الهدرا في راسو باتت سيدي ذاكو فان باتت سيدي ذاكو فان يسمع كي يشغل الحس كي يشغل الزف هاد الأمور يصرا في حالتين إما ارتفاع ضغط الدم لازم يفوكي الكونسولت لازم يشوف الطبيب الأقرب بالليه حتى لو كان طبيب عام حاجة بسيطة يقسلوا الاطنسون ويشوفوا لعنده ربما راه عنده ارتفاع في ضغط الدم وما راهوا شفاق قبل ما نوصلوا للكمبليكاسون تغطى الدموي كي يرتفع الحالة الثانية ربما يجي من لغة انترن وعنده بقبلة في الأدن الوسطى اول حاجة نسحك بها تروح طبيب عام يأخذ لك الحالة المستعجلة الأولى هي ارتفاع الضغط الدموي يقلبك يأخذ لك لا تنسون يقلبك على قلبك ولا ماشي مشكلة ارتفاع الضغط الدموي التما يبعتك عن مختص تعلق الواغي المختص في الأنف والحنجرة والأدن ويقلب لك لوضع التفشخيص نعم شكرا جزيلا دكتورة حجاز كذلك من الأشياء الأخرى يعني اللي ممكن تؤدي إلى تنجم من ارتفاع ضغطات الدم يعني من بعض من الأسباب الرئيسية واللي هي تعتبر ثاني سبب المؤدي إلى الوفيات بالعالم كله خاصة إذا كانت فيه يعني عوامل أخرى كارتفاع درجة الحرارة كما عشنا هذه الأيام يعني ارتفاع في درجات الحرارة الحوادث الوحائية نشوفوا نصيحة دكتور حجاز من خلال هذا الروبورتاج ونعودوا نرجع لها الإعقاب بكري كانت الجلطة الدماغية نشوفوها عند الناس المسنين 80 سنة سبعين سنة وفي السنوات الأخيرة الجلطة الدماغية أصبحت مرض خاص بالشباب لمتراوح العمر تحهم من 30 إلى 40 سنة هذه هي من خطورة المرض من أهم الأعراض أولاً إعوجاج في الوجه الإنسان يشوفوه نصفي بدأ يعوج هذا أحد الأعراض ثانياً يحس الإنسان يدو لرجل ثقيلة أو شلل نصفي في الجسم هذا الأعرض الثاني تقدر تكون صداع يقدر يكون اختلال في التوازن يقدر يكون انقطاع للرؤية لازم نعرفه ونوجه الناس أن هذه الأعراض تظهر مفاجئة الإنسان يشوف أرض من هذه الأعراض لازم يسرع ويتوجه وين يتوجه هذا الإنسان؟ ليس عند أي طبيب يتوجه للمراكز المختصة في علاج الجلطة الدماغية ما هو هذا العلاج التخومبوليز؟ التخومبوليز هي سوائل تعطى الحق للمدها للمريض لتقوم بتدويب هذه الخطرة التي ستسد العرقة أحد العروق أو أحد شرين دماغية التي تسبب في الإعاقة والموضوع نعم نرى أن الدكتورة حجاز كما كنت تشرحي من الحوادث الوعائية المنتشرة كثير وممكن تؤدي إلى الوفاة وهي نوعين ما هي الرسالة خاصة بالنسبة للناس اللي عندهم ارتفاع في ضغط الدموي سوفوا أنهم في كثير من الحالات ندير سبور ما ناخدش ضغط روح نشرب العشبة هادي تحبط لي ثم تعرف إلى درجة الحرارة حتى أبسط الحالات يعني ما يخذوش حتى مظلة ولا ما يديروش مظلة أثناء هذه الفترات ونفس الشي بالنسبة للناس المتواجدين في المناطق النائية والصحراء واللي يخدموا في الزرع والحصاد إلى غير ذلك وما يحميوش نفسهم تفضلي دكتور مرض ارتفاع الضغط الدموي هو مرض مزمن الإنسان يتجاهل ويقول هو مرض ساهل هو مرض مزمن يعني طول العمر الإنسان يقعد به ومرض خاطر مرض خاطر يتكون نوصله في المضاعفات التانوية ومبين المضاعفات هدو مالكوملكاسيون ومبينها الجلطة الدماغية الجلطة الدماغية بنوعيها عندها إما تخطر الدم هي الافيسي إسكيميك يعني عبارة عن جلطة اللي راح تبوش العرق في الدماغ إما هي نازيفية يعني جلطة دماغية ومعظم الحالات نصيبه إرتفاع الضغط الدماغي يعني إما كما قلت ما يأخذوش الأدويات يتهاونوا فصل الصيف قلت لك إنسان كي قولاني في عطلة يدير أف يعني عطلة كي كلش حتى في الأدوية حتى في المراقبة الطبية حتى في أنواع الأكل يولي كل أكلات السريعة الخاففة اللي هي مالحة اللي تزيد في نسبة إرتفاع الضغط الدماغي ينسى الأدوية ما يديرش المراقبة الطبية ويتعرض إلى درجة الحرارة درجة الحرارة مرتفعة ستتمد هذا الفازوديلاتات هذا القلب يبدأ يخدم بزاف تزيد في الارتفاع الضغط الدماغي ربما هناك الكثير من المراقبة سيسرطه إيموغاجيك سي درنيتان إيسكاميك كما قلت بكري كنا نسمعه أخر دكتورة أخر حالة شفت هنا عندها يومين يعني يعني يومين بعتوا الأم إلى منطقة سياحية بعيدة الدار يعني من العاصمة سانسيتي المنطقة في الشرق الجزائري بعتوها بلا أدوية بلا أخدنو سنساوي يعني كل شمعها تعود ترجع لهم باناكسيدون باسكولات وهذا ما أدى بها إلى الوفاة الجلطة الدماغية مرتخاتير قلنا هي سي لدزيم قصد مرتاليتي إما تؤدي إلى الموت لو كان من جوجة ولكنت إطاندو ولكن هذه الجلطة تكون راح خدات عدة شرايين في الدماغ وما جاتش في الوقت اللي لازم ندروا لها الدواء اللي هو نعالجوا هدك التخطر اللي هي نحن نخلو أخر مكالمة من العاصمة سيدة خالي دندن ألو مخلوفي ألو سبح الخير دكتور صباح النور أهلا وسهلا مرحبا بك رئيس سيل مكتعيش دكتور أهيوات فضل وصل هذه طريبة داخلية نعم لماذا تقدر نشرح لها وماذا عندي بسرعة لعنا الوقت دهمنا ترحي سؤال سنوات ترحي سؤال شغل أنا أكيد شغل أنا شغل تخدم والأوبيتاليزي في الدومي كان كانت عندي رصيخ في دوز ودوكاتيك ففي حد ستة أو هكذا في دوكاتيك قبل شعفيني قعدوا لأعراض ولا عندي شغل صر في جهة على دغوات ولا قرش وعندي يديت على دغوات شغل توجع تسطر كما يقولون ماذا عرفها وش تنمي أو لا تسطر يعني يعني يا فرق تنمي أو لا توجع تنمي أو تسطر تنمي أو تسطر ايوة هم من ذلك يجب أن تسطر يجب أن تسطر على شغل نعيط كي يجيني ايوة هم هذا مش حبيت نحبي تنظر بسكناج في تاعتونجو وديابيتيك وعن بلوس عندي رقوات نعم حبيت نعرف هذا كسطر في صدري هذا نعم 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 شكرا شكرا نعم